إن شاء الله في صدد المجلس الحالي بإذن الله طبعا استكمال لدورنا في حماية المعلم بإذن الله راح يكون استكمال لهذا الدور أنه راح يتم في إنشاء مكتب أو في قانون لحماية المعلم وهذا من أهم المتطلبات وأهم مطالبنا في المجلس الحالي بعد فوزنا بالانتخابات بإذن الله راح يكون هذا من أهم مطالبنا للمعلم هو إصدار قانون لحماية هذا المعلم ولكن حاليا إحنا في المجلس الحالي عندنا ما يسمى بمكتب القضايا داخل جمعية المعلمين هذا المكتب مختص بحل جميع قضايا المعلم في أي شكوى صادرة من معلم